بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الثانية ما زلنا مع أداة إدارة التكلفة وهي التكاليف المستهدفة هنأخذ مثال 2 على نظام التكلفة المستهدفة شركة أبا الصناعية ترغب في إنتاج منتج فاء الجديد وسعر البيع المستهدف الذي يؤدي بالمنشأة لأن تبيع 40 ألف وحدة هو كامل سعر 30 ريال للوحدة وأن الاستثمارات المطلوبة 1.2 مليون ألف ريال وأن معدل عادة على رأس المال المستهدفة الرو آي 15% وتقدر التكاليف البيعية والإدارية المرتبطة بهذا المنتج 220 ألف ريال فإذا علمت أن التكلفة المبدئية المقدرة لإنتاج الكمية من هذا المنتج كانت 1.8 مليون ألف ريال وهدف خفض التكلفة القابل للتحقيق أو للتحقق 120 ألف ريال المطلوب تحديد التكلفة المستهدفة أو المسموح بها للوحدة من هذا المنتج تحديد الفجوة التكالفية رقم 3 تحديد التكلفة المستهدفة لتصنيع الوحدة بعد تجزئة الفجوة التكالفي الحل بالطب 1 التكلفة المستهدفة للوحدة هنجيب الأول نحسب هامش الربح المستهدف بيساوي التكاليف بيعية وإدارية زائد العائد المستهدف طب العائد المستهدف هنا هي تحسب ازاي إما الاستثمارات في معدل العائد على الاستثمارات أو إيرادة المبيعات في معدل العائد على المبيعات المعطى المراض هنا لإستثمارات يبقى لما نجيب الهامش الربح بقى كله على بعضه عند التكاليف بيعية وإدارية كتت معطى بـ 220 ألف زائد كان عند الاستثمارات بـ 1.200.000 ومعدل العائد للإستثمارات كان 15% يبقى صفيها تطلع 400 ألف ريال طب أنا عند التكاليف المستهدفة أو المسموح بها بتساوي سعر البيع المستهدف أو الإيرادات المخططة ناقص هامش الربح المستهدف يبقى هي ساوي سعر البيع كان معطى عدد وحداته 40 ألف والسعر البيع كان معطى بـ 30 يبقى المضربة لـ 40 ألف وحدة في 30 سعر البيع يديك الإيرادات المخططة وهامش الربح الربح 400 ألف دي حسبت من الخطوة السابقة يبقى هنا يطلع التكاليف المستهدفة 800 ألف ريال طب أنا عند التكاليف المستهدفة المسموح بها للوحدة الوحدة ستساوي التكاليف المستهدفة اللي احنا طلعناها دلوقتي على عدد الوحدات يبقى 800 ألف اللي احنا حسبناها دلوقتي على عدد الوحدات اللي هي كان معطى بـ 40 ألف يطلع التكاليف المستهدفة أو المستهدفة للوحدة 20 ريال طب الفجوة التكاليفية فجوة التكاليف تحسب إزاي التكاليف المستهدفة المسموح بها ناقص التكاليف المبدئية المقدرة دي حسبناها بـ 800 ألف ودي كانت معطى بـ 1.080.000 يبقى الفجوة التكاليفية تطلع هنا بالنقص 280 ألف هنقسم الفجوة التكاليفية إلى خفض مستهدف في التكاليف قابل للتحقيق ده معطى بـ 120 ألف وخفض يصعب يصعب تحقيقه ده اللي يعتبر تحدي ده اللي ويبقى باقي الفجوة 160 ألف ان الفجوة كلها كانت 280 ألف حسبناها قبل كده طلع منها 120 ألف المعطى بديل إيه؟ الباقي 160 ألف التكاليفة المستهدفة بتساوي التكاليفة المبدئية المقدرة ناقص هدف خفض التكاليفة القابل للتحقيق بـ 1.080.000 دي كانت معطى لها المقدرة ناقص هدف خفض التكاليفة القابل للتحقيق ده اللي هو كان معطى برضو بـ 120 ألف يبقى يطلع 960 ألف ريال دي التكاليف المستهدفة نجيبها على مستوى الوحدة حاسم 960 ألف على الـ 40 ألف عدد الوحدات يطلع 24 ريال لكل وحدة شكراً للمشاهدة